السلام عليكم النهار ده حلقة جديدة مع برنامجنا صحتك مع دكتورة رانيا السيد يارب نفتكو على قد ما نقدر وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب طلب الجماهير وطلب الناس النهار ده اخترت الحلقة دي لان الطلبة مني هي موجودة على الصفحة بتاعتي كذا حلقة نفس نوع المرض بس الناس عمالة تطلب مني تانية دكتورة تانية عشان الناس ما عنديهاش الثقافة والوعية ده وفيه بيوت بتتخرب فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس يعني اخترت الموضوع ده بناء على طلبكم انتو النهار ده هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبة اتمام العلاقة الزوجية طبعا المصطلح ده فيه ناس كتير مش عرفاء وحتى للأسف يعني الناس دي حتى بعد الناس لما بيروخ لانه هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات فحتى يعني اللي عندها تشنج مهبلي وفيه صعوبة للعلاقة الزوجية حتى لما بتروح لدكتور ناسا يعني بالتعود بيشوف الجهاز التناسي بيلاقيها سريمة فحتى معظم دكاترة مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه فبيفضلوا يعني في المشكلة دي فترات طويلة انا شفت ناس وصلوا لحد تسع سنين في المشكل وفيه ناس لقدر الله انفصلت بسبب المشكلة دي هنتلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي التشنج بالمهبلي ده ونركز في الكلام لان كل حاجة مترطبة اللي بعدها التشنج المهبلي ده عبارة عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مشدودة وعضلات المهبل مشدودة يعني الطريق الخارجي مقفوض والطريق الداخلي مقفوض فاستحالة يحصل عملية الاج في العلاقة الحمامية استحالة تمام طيب ده تعريفه ايه اسبابه اسبابه نوعين التشنج المهبلية اما حاجة اسمها برايمري يعني مقود من الاساس زي هي عضلة عضلات الحوض او عضلة المهبل يبقى اكسجاس مسل دي عضلة زي اي عضلة في الجسم سحيط عندك تقلص في عضلات ظهرك دي مش بنكتشافها لان العضلة دي ملهاش اي استخدام غير ساعة الجواز فما بتحسش بالمشكلة غير لما البنت يعني بتيجي تجاوز تبدأ تحس بالمشكلة دي برايمري اللي هو بدون سبب زي اي عضلة في الجسم فيها تشنج او تقلص عضل النوع التاني السبب التاني اسمه secondary يعني نتيجة لسبب ما ممكن الخوف سمعت حاجة خوفتها ممكن هي خايفة الخوف من غشاء البقارة وهتوجع الخوف من الالم الخوف 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 يعمل لها خوف فتعمل انقباض ارادي بعد كده يتحول لانقباض لا ارادي وانفاهم الناس يعني ايه انقباض ارادي تحول لانقباض لا ارادي زي واحد عمل عملية في كوه تمام عشان تبقى الدنيا سهلة هو يعني من الخوف من الوجع تاني كوه يبني يفرد كوعك علشان كده كوعك هيبقى فيه انقباض يقولك لا انا خايف من الوجع او انا خايف من الوجع فتيجي بعد العملية فعلا تلاقي كوه وتيبس وحصل فيه تشنج الاول هو كان بيعمله ارادي تحول لتشنج لا ارادي ساعت في الناس بيبقوا مروا بجراحات او حاجات في المكان ده فساعت بيبقى دا يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زيادة ايه تأثيره على العلاقة الحميمية انه هيجي الزوج يعمل عملية الالاج هيحس انه فيه سد حقق مفيش قناة يا دكتورة للمهبل ادخل فيها اصلا زي ما انتم بتحكوا الكلام دا مش موجود تمام مفيش قناة للمهبل ادخل فيها الطريق مقفول تماما سد كلام الزوج صح الزوجة يعيني بتتوجع وبتتقلم والجميع حواليها سياء من الاهل من الزوج من الدكتورة اللي بتروح لهم اللي هم ما عندهمش خلفية عن التشنج المهبلي او ان فيه حاجة اسمها تشنج مهبلي انسي بتتدلعي انسي منع نفسك انسي مش عارفة ايه وهي عيني البنت فعلا الطريق مقفول العدلة عاملة تشنج قفل الطريق مفيش دخول فكلام الزوج انا لاقيه سده ومش لاقيه قناة صح وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقولوا صحي يا جماعة انا ما بتدلعش يا جماعة انا بتوجع كلامها هي كمان صح هم اللي اتنين كلامهم مزبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج الزوجة بتبدأ تحس برعشة او واجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق وطبعا بتخاف مع تكرار العلاقة اه بتخاف فبتبدأ تعمل انكباط زي ما قلنا ارادي اتحاول انكباط لا ارادي فتحس بواجع اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاولة الزوج هيحس بايه اه الزوج هيحس اه انه فيه سد وفي بعض النتيجة او في بعض الاوقات نتيجة للتوتر هممكن يحصل ضعف الانتصاب احنا في حلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب ضعف الجنسي واسباب ضعف الانتصاب وقلنا منها التوتر والقلق فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبالي هو كمان بيعاني من توتر وقلق فده ممكن يخليه يفقد انتصابه اثناء العلاقة ايه هي الاخطاء الشائعة انتو شدين السلك الاوي ايه هي الاخطاء الشائعة في تشخيص وعلاج المرض ده الاخطاء الشائعة طبعا نتكلم مع التشخيص انه زي ما قلنا انه التشنج المهباري عبارة عن تشنج في العضلات مياش مشكلة خالص في الجهاز التنسي في بعض اطباء النسب يبع عندهم خلفية لانه زي مش تكسيرا من نعم بس مش عندهم خلفية لان هما دراستهم للجهاز التنسي احنا دراستنا للعضلات ففيه ناس عندهم خلفية انه هو الناس الابديتت شوية يقولك اه ده تشنج مهبالي نروح نعمل علاج للعضلات دي وفيه ناس بيبقى عندهم وفيه ناس يقولك لأ انت دي بتتدلع يخليه الزوج ياخد اجراء عنيف او ياخد موقف منها وهي بصراحة مش بتتدلع ولا حاجة خلاص فيلفوا بقى اللفة دي فين وفين يعني انا بشوف ان الصعوبة التشخيص ان احنا نروح لفين المكان اللي بيعالجه الحمد لله احنا المكان يعني الوحيد المتخصص تقريبا في مصر فعليك المشكلة دي او في العالم العربي وفي العالم كمان الاسيوي لان احنا جاءت لنا حالات من شرق اسيا كتير تمام ايه هو الصعوبة كمان الاخطاء اللي احنا بنعانيها كمان مش بس كده حتى علاج المرض فيه اخطاء وفي علاج المرض ليه اخطاء لانهما مش فهمينه اول حاجة يعني انا جاي يعني اول حاجة انا جاي من ضمن الكابلز على فكرة جيتعالجوا مني اطباء اطباء ومنهم كان اطباء ناس على فكرة ومنهم اطباء لك طبيعي يعني بس مش متخصصين في الجزئية دي فجات لي يعني حتى من ضمن الناس تعيجت عندي قبل زيكاترة في كل التخصصات الاخطاء الشقيعة نقول نحقن بوتوكس يا جماعة البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبلي اولا لانه علاج مؤقت ثانيا من 6 ل 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده مادة سمة فممكن يحصل تشوهات للجنيل ثالثا بقى مشكلة التشنج المهبلي وده الاهم ومش هتتحل لان انت حقن عضلات المهبة لما تقدرش تحقن عضلات الخوض بتاعتها لان لو حقنك عضلات الخوض هتتشلي فبيسيبك عضلات الخوض فغالبا بعد ما بيعملوا الحقن ما بيجيبوش نتيجة وما بيحصلش ما بيحصلش علاقة برضو يعني بيفضل التشنج المهبلي موجود وبعد ما حقنوا عيني بوتوكس وتكلفوا يقول لهم اصلا لا فيه تشنج جمع فمحتاجين جلسات طب ما كان من الاول الحاجة الرابعة العضلة لما بيحصلش فيها ده بتاني ان شاء الله مؤقت ان شاء الله في وقت من الاوقات مع تقدم العمر والحملة والولادة ممكن حاجة يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تكوحي تعتاص ينزل نقط بول طيب ايه تاني يقول لك اعمل موسعيك يا جماعة احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضلة العضلة فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء الموسع حاجة مش بتاع مش جهاز بيعمل ارتخاء مش حاجة بترخي العضلات ده كل البيامية من موسعيات ان هي ممكن بس اذا اذرت الزوجة تكسر حاجز الخوف من دخول حاجة داخل المهبل ايه هي اهم النصايح اه 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 معلش فيه حاجة تانية في الاخطاء الشائعة اه اه احيز اقولها للناس اه حد يقولك نعملك عملية توسيع ان المهبل قومات المهبل دي دقيقة دي ميزة بتزود الانتصاب والمتعة اه عند الزوج وعند الزوجة في المستقبل وخصوصا لما يتقدموا في السن اه العملية دي هتفقدك الميزة دي وبرضه المشكلة هتفضل موجودة مش هتتعالج لان المشكلة زي ما قلنا في تشنج العضلات وليس في الكنتور واسعة ولا دايع تمام بيعملوا العملية وبرضه ويجوا يعملوا الجلسات ايه اهم النصايح اللي احنا بنيديها للزوجة والزوج النصايح المهمة اللي بنيديها اه للزوج اولا بحب دايما قدي نصيحة الزوج اولا مراتك ما بتتدلعش مش منطنع مراتك عندها مشكلة حقيقية اسمها مكتوبة في الكتب العالمية مرض اسمه الفاجينازمس او التشنج المهبلي وما بتتدلعش ومش منطنع خالص اه فدورك انك تعمل لها سابورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكلة دي والمشكلة ان شاء الله طالما جينا المكان اللي ساح بتخلص في وقت صغير اي ثلاثة يام وبتخلص فمش مستهلة الحياة الصعبة اللي انتو بتعيشوها مع بعض خلاص اه النصيحة طيئة المهمة اللي بنيديها للزوج طالما عرفنا وتأكدنا انه في تشنج مهبلي ممنوع ان احنا نحاول نعمل اي علاقة تمام ليه ممنوع نحاول نعمل اي علاقة علشان اللي ممنوع نحاول نعمل اي علاقة لانه الزوج كل ما بتعمل علاقة التشنج المهبلي عمال يزيد هي بتعمل انقباض ارادي يتحاول انقباض لا ارادي فلو كان التشنج بدأ باربعين بقى خمسين بقى ستين بقى سبعين بقى تسين بسبب انه قطر المحاولات بتزود التشنج المهبلي فهمس نعرفنا وتأكدنا في تشنج مهبلي ما يعملش علاقة عشان قطر ده هيأثر وهيأثر على الزوج انت كمين عملتها توتر وهيحصل لك ضعف في الانتصاب اكتر من مرة يبقى اثر على الاتنين تكرار العراقة بيأثر على الزوج وبيأثر على الزوج هي التشنج عندها بيزيد لانها بتعمل انقباض ارادي بيتحاول لا ارادي وهو نتيجة للتوتر ايه طيب احنا قلنا نصائح ايه العلاج هالي دكتورة رانيا العلاج ده اكيد مضمون وما هي نسب الشفاء منه العلاج ان شاء الله مضمون لان احنا جايبين جهاز من بره عالي الدقام بالاتحاد الاوروبي مخصوص العلاج التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي وبيأسب بالارقام احنا عندنا الاجهزة كانت ثلاث ومع ذلك احنا اخترنا اعلى جهاز اللي هو بيقيس بالارقام عشان نوصل لنتائج مضمونة ونتائج عالية فان شاء الله باذن الله نسب الشفاء تكاد تكون 100% بس احنا بنقول 99% لان في ناس عندهم النصيحة بل احنا بنقول للزوجة فيه خلي بالك انه فيه شعرة صغيرة ما بين الخوف الطبيعي والخوف المردي انا ممكن اتزيكي حقنا بس عارفة فيها الدواء طب يعني ما تيجي تخذي حقنا تانية تبقي خايف لاني اتجربتي قلم الوجب بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شوية او عشان سن الابرة يوجعك ارفض العلاج وارفض حاجة تدخل جوه قناة المهبل وادخل وحاول نفسي من مرض عضوي يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي ففي الحالة دي اتبقى محتاج اعمل علاج عضوي وعلاج نفسي وده بصراحة انا مش شفتوش غرف واحد في المية من الحالات تسعة وتسين في المية الحمد لله من الحالات شفاء تام وطبعا بنبقى متأكدين لان زي ما قلنا الجهاز بيئيز درجة الانكباط ودرجة الارتخاء وبنبقى متأكدين طيب ايه هيا بقى يا دكتورة رانيا طرق العلاج الصح تكلمنا عن كل الاخطاء واللفة الكبيرة اللي بيلفوها الناس طرق العلاج الصح بنعمل هوم ثلاث زيارات مش اكتر بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة في الاول بنعمل ارتخاء لعضلات المهبل وبعدين الجلسة سوري ببدأ الاول بعضلات الحوض لازم ارخي عضلات الحوض ماينفعش ندخل المهبل في حالة شنج مهبلي وده كل الخطأ يعيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشفات احنا حتى في الكشف ما مدخلش اي اجهزة يعني الكشف بدون دخول اي اجهزة بتقييم بيبقى للعضلات من برده كده من جر ما ندخل اجهزة لانها يعيني بتبقى مش مستحملة بقى بتبقى متقلمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع علشان انا بأكد على كده عشان يعيني البنت دي بتقع لضغط والزلم شديد جدا وده كله خارج عن ارادتها وغزب عنها ترى الهالج الصحيحة زي ما قلنا لازم نرخي الحود عشان نقدر ندخل المهبل انا نفسي حتى في التقييم وفي الكشف ما مدخلش الجهاز دخلوا بعد ما ارخلوا عضلات الحود اول جلسة بيبقى فيها عندنا فيها اكتر من هدف الهدف الاولاني نتمن ان الجهاز البروب اللي هي دي جلسة المهبل ان البروب عدى العضلة اللي فيها التشمج وكده نبقى نجحنا وان هي يحصل لها حدث اسمها تتمن انه انه تتمن ان في حاجة دخلت جوة وما موتش وما حصليش حاجة فده بيبقى يعني تقعنوا علاج نفسي غير مباشر المخ بيوصلوا انتعرفيني المجستر والدكتورات في الحلقات بتاعتي اتركوا في المخ والعصاب المخ بيوصلوا رسالة انه في حاجة دخلت جوة وانا قويسة وما موتش وانا زي الفل اهو فده بيساعدها الحاجة التالت انه انا اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوني انه فيه انكباض وفيه انبساط لانه اكيد انه كان فيه انكباض على طوله ما كانش فيه انبساط لانه ما كانش بيحصل علاقة تمام وفيه ناس بيحصل ممكن دخول مرة او اتنين يعني وبصعوبة شديدة جدا والزوجة بتتألم دي لو واحدة حمولة قوي اه وبرضو بتحتاج لنفس العلاق بس بتختلف هنا درجة التشنق عندنا تشنق متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد وده بنعرفه بالارقام اللي بتبين على الجهاز الجلسة التانية بنعمل فيها نفس الكلام جلسة على الخود وجلسة على المهبل الجلسة التالتة بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها لأعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحود وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقليدي ما بينفعش اصلا في التشنق المهبلي اه لازم فيه وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمها لهم وبنعلمهم ايام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في ايام التبويض مش مزي الموبايل ابليكيشن اللي بتنزل مدوم السهل كده وإلا كل الناس كانت حملت بالموبايل ابليكيشن بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل ازيه عشان ان شاء الله ان يحصل حمل ونعود الفترة اللي فاتتنا السؤال اللي فاضل المهم هل الزوج في حالات التشنق المهبلي بيحتاج العلاج وايه هي المشكلة اللي عنده وايه هو العلاج في واقع الأمر لقينا انه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه لقينا انه بعض الأحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة انه هو نتيجة للتوتر اللي حصله بدأ بيفقد انتصابه كتير أثناء العلاقة خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة ازاي في 3 بتيام وتخلص المشكلة بعض الأزواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل وده شيء طبيعي ومتوقع مش مش عيف فيه لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يؤثر على الانتصاب بتاعه بناء أولا الانتصاب الطبيعي بيحصل ازاي لأنه هو العلاج متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي الانتصاب الطبيعي لما بتزيد جوه الجشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية فبيحصل لها حاجة اسمها hyperpolarization بيانتج عنه مادة اسمها كالسيوم channel blocker دي بتعمل تمدد في الاوعية الدموية وتدخل دم كتير ايه اللي احنا ايه اللي اللي احنا بنقدمه ايه اللي اللي بنقدمه للزوج بنعمل ايه بنزود اه احنا قلنا مادة nitric oxide عندنا جهاز جاي من امريكا مخصوص علشان نزود به nitric oxide ده هو شغلته يزود nitric oxide بنعمل الجلسة دي بيعمل جلسة تاني في اليوم تلاتيا جلسة بالجهاز اللي بيزود nitric oxide فاضل الكلسة متشنهل بلقر اللي هتعمل تمدد في الاوعية الدموية بنحقن ما بنحقنش العضو نفسه بنحقن المادة دي جوه الجهاز الجهاز ده اسمه iontophoresis الجهاز ده جهاز امريكي بنحقن جوه الدواء اللي هو عباره زي ما قلنا على calcium metal blocker ده بنحقن جوه بنحقن المادة دي جوه الجهاز وبنحط الدواء ده عن طريق الجهاز بندخله للعضو الزكري وبالتالي بتزيد عنده الدورة الدموية وبتروح مشكلة ضعف الانتصاب خالص والموضوع بيحتاجهم 3 ايام برضو جلستين في اليوم وخلصت المشكلة بتاعتها وخلصت المشكلة بتاعته في 3 ايام خلصنا كل المشاكل ما بيبقاش وبنقيس على فكرة بعد كده هو كمان الزك بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية وبنتأكد ان هو تمام هو كمان بقى تمام وبقى الانتصاب عنده كويس جدا وان شاء الله بتحصل خلص العلاقة الزوجية ان شاء الله باذن الله اذا بقى ان شاء الله يا رب ما ندخلش في العلاج النفسي ما مشوتوش جرف واحد في المية من الحياة لكن 99% يعني فعلا بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة نتمنى حياة سعيدة لكل الناس ولكل المتزوجين ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة السعيدة ويا رب اشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة الرانية